انبارح كان في مؤتمر صحفي لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال فيه ان الحكومة بتعمل بخطوات جادة من اجل حل ازمة نقص الدواء وقال ايضا انه خلال ثلاث شهور حيتم الانتهاء من هذه الازمة بشكل كامل قلمت على ازمة الدواء وقلت لحضراتكم ان احنا شغالين على هذا الموضوع وان شاء الله في خلال ثلاث شهور يعني حنقدر ان شاء الله نتجاوز هذه الازمة زي ما قدرنا الحمد لله ربنا كرمنا في موضوع الدولار وفي موضوع الكهرباء بنتحرك مع ذلك طبعا انا عارف اثير برضو على مدار الفترة اللي فاتت ما هو فيه نقص والكلام ده كل وانا قلت ان احنا ان شاء الله فيه ادوية في خلال شهر هتبقى نقضي على عملية النقص الادوية وحنبدأ بعدها الشهر اللي بعده هتدخل مجموعة تانية والشهر التالت هتدخل مجموعة تالتة عشان نخلص هذه الازمة لكن نتيجة لان برضو اثير هذا الموضوع وكان ما صار كلام وتعليقات انا تعمدت ان انا اجيب الدكتور علي الغمراوي معايا رئيس هيئة الدواء عشان يدينا كده في عجالة تفصيلا ايه اللي حيحصل في خلال التلت شهور الجاية في هذا القطاع عشان يبقى المواطن المصري مطمئن الى ان احنا ان شاء الله هنرجع تاني عملية الاتزان في سوق الدواء ترجمة نانسي قنقر